بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح المسائل في المحور الثالث الذي بعنوان Velocity Analysis في هذا المثال الثالث نتعرض إلى 4 Bar Mechanism حسب المعطيات ABCD المعطيات كالآتي المسافة AB تساوي 40 مليمتر مسافة BC تساوي 150 مليمتر مسافة CD تساوي 80 مليمتر والAD تساوي 150 مليمتر طبعاً الكرانك AB بيعمل دوران في اتجاهها قرب الساعة بسرعة تساوي 120 RPM 120 دورة في الدقيقة مطلوب حساب الأنجلر فوليسيتي لللينك CD سرعة دوران CD في حالة أن الزاوية BAD تساوي 60 درجة المعطيات كما قلنا سرعة دوران AB تساوي 120 RPM الWBA تساوي 2π ضرب 120 تقسيم 60 فتساوي 12.568 radians per second هنا حولنا الRPM إلى radians per second المعطى أنه AB تساوي 40 مليمتر نستعملها لحساب سرعة سرعة خطية للنقطة B تساوي WBA ضرب AB على طول تساوي 0.503 m per second بالنسبة لحساب سرعة CD لابد من رسم الVelocity Diagram هنا معنا الSpace Diagram هنا معنا الVelocity Diagram سنشرح الآن طريقة رسم الVelocity Diagram الخطوات كالآتي بما أنه ال Link AD Fixed to the Ground هنا الAD Fixed to the Ground هذا ال Link AD فعلى الVelocity Diagram سنرسم النقطة A و D وهي نقطة واحدة هو ال Ground ثم بعد ذلك بما أنه حسبنا ال VB فيمكننا رسم السرعة VB هنا وهي تنطلق من ال Ground اللي هي النقطة AD وبصفة عمودية على ماذا خليم بينها أكثر هنا لابد أن تكون سرعة الVB عمودية على ال Link AB فمن النقطة AD نرسم خط عمودي على ال AB وبسكيل محدد وبهذه القيمة نرسم السرعة الخطية لل B هكذا الخطوة الثانية هي كالآتي سرعة ال VCB ترسم انطلاقا من النقطة B وهي ال Relative هذه ال VCB هي Relative Velocity of C بالنسبة ل B فهي تنطلق الرسمة من النقطة B وتكون عمودي على ماذا على B C هكذا عمودي على B C ثم نرسم الخطوة الثالثة نرسم ال VCD وهي سرعة ال C Relative to D فتنطلق من النقطة D وتكون عمودي على ماذا عمودي على CD فعلى طول احنا رسمنا هذا الخط ورسمنا هذا الخط نقطة التقاطع هي النقطة النقطة C أول ما تحصلنا على النقطة C وعندنا هنا ال Velocity Diagram بإمكاننا By Measurement أن نعرف قيمة ال VCB وأن نعرف قيمة ال VCD المهم عندنا هي سرعة الخطية VCD حتى نستعملها في حساب WCD دعنا نرى طبعا هنا في الرسمة رسمنا هذه الخطوات اللي شرحناها المسافة A-B هي تكون سرعة سرعة ال B بنسبة ل A أو لل Ground For a Given Scale هنا By Measurement تحصلنا على أنه ال Vector DC اللي رسمناه في Velocity Diagram ال Vector هنا ال Vector CD هذا By Measurement تحصلنا عليه يساوي 0.385 meter per second ومن المعطيات عندنا CD تساوي 80 مليمتر على طول ممكن حساب WCD اللي هي السرعة الخطية لCD بالنسبة ل D تقسيم CD تساوي 0.385 تقسيم 0.08 فهي تساوي 4.8 radians per second clockwise about D